اشتركوا في القناة يعني وقت ما يتحسبش ما نقول سنتين تلاتة نبدأ نحكم وخاصة الوزارة لغت هما الاتنين يعني بعدهم الوزارة لغت ورجعت وزارة الشباب والرياضة زي المجلس على الشباب والرياضة زمان عشان ما اتشقول لي ما ما كانش لا كان المجلس على الشباب والرياضة او وزارة الشباب وما جزل معها الرياضة الحاسد العامري فاروق كان ليه دور مهم جدا مع المهندس محمود طهر وقايمته ما حدش يقدر ينكره ورجل ساهم في نجاحهم احدش يقدر ينكر ده الدورة اللي فاتت نجح بصعوبة في المركز الاخير المرة دي هو عادل ينتقم وانتقم وجاب اخوه كل احترام ليه وتقديره ليه راجل فاضل ودكتور تأخذية وبقاعده مجلس دارة في النادي كل ده جميل ولا في مشكلة خالص لكن العامري فاروق الحقيقة عمل حاجتين غريبة جدا يعني وعلى فكرة المعلومتين مؤكدتين الاولى لما المهندس محمد عبوهاب او الاستاذ محمد عبوهاب بعد مجلس دارة قال حنستعين بالخطيب الدنيا قامت ما عادتش عنده وكلم احد الصحفين الساعة 9 صباحا وقومه وقال له ايه الحق وبيحصل وحيستعينه بالحرس القديم وخليك معانا والقصة والحدوتة والليلة وده ما ينفعش وازاي والقصة كده يعني حاجة تانية انه غاضب جدا على مجلس الادارة جديد انه ما نسفش ما تخلص من كل الرجالة اللي كانوا بتشغلوا مع الكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب وكانهم اصبحوا اعداءه فبعت قضيط دلوقتي ازاي طهر النادي من الناس دي وده امر عجيب وامر غريب لانه السادة العامري فاروق طول ما هو موجود في النادي بالعكس كان بيتعامل مع الناس دي باحترام وا 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 فالقصة مش بالشكل ده القصة زي كدته بجد وبعدين السادة العامري فاروق ليس عدوا في مجلس الادارة اخوه على رأسنا من فوقه وفي مجلس الادارة أما هو فمش حده في مجلس إدارة فمش من حقه يخلي أخوه ده راجل دكتور تخزية وراجل سيفي بتاعه محترم وزيل فل يخليه اللي الشغل في المجلس وليس وصين على شخيقه وليس وصين على المجلس والمجلس فيه من الكفاءات ومن الشخصيات ما يكفي ان هم يديروا النادي الأهلي والجمعات الأممية وثقت فيهم بدرجة كبيرة جدا بأرقام كبيرة جدا انتو شفتوا نتيجة الانتخابات تعاملة ازاي فمش من اللائق انه حد يجي تكلم مع الكابتن خطيب وجهت نظر حج محمد عبوهاب انه الخطيب كان يمسك لجنة الكرة الكابتن خطيب هنا بادر وقال انا بعتذر بشكرهم وبعتذر وقال انا محدش كلمني من الاصل يعني فقصة انه بيجري عشان الخطيب ما يمسكش الخطيب مش عايز والخطيب وما ادراكه ما الخطيب لانه كانت فيه بيانات كتيرة كده بتكتب كان وراها السيد العمري فاروق انا بقول معلومات على فكرة كان فيه بيانات خاصة بالحكماء كان وراها الكابتن او الاستاذ العمري فاروق فقصة انه الهجوم من بدري كده وتصفية الحسابات انه ادي الاهلي ما يفقوش تصفية حسابات حتى لما الكابتن حسن حمدي كان قالب على السيد العمري فاروق كنا احنا بنفتح له مجالاتنا وقنواتنا وبرامجنا عشان يتكلم فيه رغم ان احنا يعني ايه كانوا بيحسبونا على الكابتن حسن حمدي وهذا شرف على فكرة عشان بس تبقى القصة واضحية لكنه قصة انه ايه ماشي ده وماشي ده وماشي ده وماشي ده اصده محسوب على ده وده محسوب على ده وخلي ده النادي الاهلي امره ما كان كده وامره ما هيكون كده واللي في اتنغل بعض انه هيخلي النادي الاهلي اقطاع خاص مش هيبقى اقطاع خاص وده اللي الناس متخوفة منه وده اللي منبه ليه دي هتبقى بداية الفشل دي هتبقى بداية المشاكل دي هتبقى بداية الوقوع ادلوا الراجل فرصة المهندس محمود طاير ما كناش معاه واختلافنا معاه وما كناش في قائمته لكنه في النهاية اصبح رئيسا للنادي الاهلي مع مجلس ادارة كل الاهلوية مطلبين ان هم يسندوا المهندس محمود طاير باعتبروا رئيسا للنادي الاهلي ومجلس ادارته باعتبرهم بيديروا بيديروا ليسوا بيحكموا بيديروا النادي الاهلي حدش بيحكم النادي الاهلي الا النادي الاهلي فبالتالي السيد العامري فروق لا استواصيا على المجلس ولا استوصان على الأحد ولا حتى أخوك خلي المجلس يشتغل خلي الناس تاخد قراراتها وإحنا هنا لما يقوله حاجة كويسة نقول برافو لما يقوله حاجة غلط ننقض وده دورنا اللي احنا لازم نقوم به